حكم صبغ الشعر للرجل والمرأة هو لا شيء في صبغ الشعر وبعد يقول الاهل الفضل ما شابت شعراتهم في الاسلام الا واستحى الله ان يعذب صاحبها يوم القيام اما صبغ الشعر للمرأة يعني صبغ الشعر للرجل لما جاء ابو قحافة وعبر الثمانين ورسوه كالثغامة بيضاء يعني اللي هو والد ابو بكر ليسلم فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم صديقه ابو بكر الصديق وقال له هل لا كنت انا اتيت الشيخ انا اللي كنت اجي للشيخ لكبر السنة من ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اعلن الاسلام قل هل لا يعني غيرتم او صبغتم للشيء وتجنبوا السواد واحد عنده ثمانين تسعين سنة يصبغ شعره اسود لحية السودة يعني شابعهم تلاتين سنة واسنانوا واقعة شكلها مش لا يعني ما لكن الصبغة للمرأة المحجبة لا شيء فيها لكن اللي سيت الموظفة مدام نادية ومدام فادية اللي كل يوم رايحة الشغل مرة اسطر مرة احمر مرة اخضر دي موضوع تاني دي مش تبع الفاتوة